الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم قالت الهيئة العامة للجمارك في العراق إنها ضبطت 45 شاحنة تحمل مواد متنوعة مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد في جمرك المنطقة الوسطى بالعاصمة بغداد وبينت الهيئة تفاصيل هذه المواد وهي آيالات زراعية وإنشائية ومعدات رياضية وجهاز مضخة كونكريت وأدوات احتياطية وأثاث وسيراميك ومواد وأجهزة كهربائية ومواد غذائية ومواد متنوعة أخرى قالت دائرة النقل والمواصلات في محافظة كارمن شاه الإيرانية إن منفذ برويز خان الحدودي مع العراق شهد خلال الأشهر الأربع الماضية مروراً لنحو 600 ألف طن من البضائع وأوضحت الدائرة أن الأشهر الأربع الماضية شهدت خروج 1500 شاحنة محملة بالبضائع من هذا المنفذ الحدودي إلى العراق وذلك بارتفاع بنسبة 290% عن حجم الصادرات في الفترة ذاتها من العام الماضي وأوضحت الدائرة أن هناك خمسة منافذ حدودية برية بين محافظة كارمن شاه الإيرانية والعراق أهمها منفذ برويز خان والذي يمر من خلاله الحجم الأكبر للصادرات غير النفطية الإيرانية إلى العراق أعلنت جمعيته مصدري البقول والبذور الزيتية والمتجات التركية أن العراق جاء أولاً باستيراد الحبوب التركية خلال شهر تموز الماضي وبحسب إحصائية للجمعية فقد زادت صادرات الحبوب التركية بنسبة 31% في الفترة من كانون الثاني الماضي إلى شهر تموز الماضي مقارنة بالعام الماضي مبينة أن الصادرات نمت بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 181 مليون دولار وأضافت الجمعية أن العراق جاء أولاً كأكبر مستورد للحبوب التركية خلال شهر تموز الماضي ومن ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية ثانياً والجزائر ثالثاً قفز معدل التضخم المستهلكين في بريطانيا بأكثر من المتوقعات إلى 10% على أساس سنوي في شهر تموز الماضي ليظل عند أعلى مستوياته في أكثر من أربعة عقود ويتعرض المستهلك البريطاني لضغوط اقتصادية كبيرة مع تراجع الأجور وارتفاع الأسعار والسلع والخدمات كما تزايدت الضغوط على الحكومة وبنك انجلترا من أجل يتحرك بشكل أسرع لمكافحة التضخم وكان بنك انجلترا المركزي قد أكد أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من أجل مواجهة التضخم الذي توقع أن يرتفع إلى 13% في وقت لاحق من العام مع الاتجاه لرفع فواتير الطاقة مرة أخرى نمى اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.6% على أساس فصلي في قراءة ثانية جاءت أقل من تقديرات القراءة الأولى البالغة 0.7% وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد منطقة اليورو على أساس سنوي سجل 3.9% في المقابل نمى اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6% في الربع الثاني بينما نمى بنسبة 4% على أساس سنوي وسجلت إسبانيا أعلى نمو في اقتصادات منطقة اليورو بنسبة 1.1% على أساس فصلي فيما نمى اقتصاد إيطاليا بنسبة 1% خلال الفترة نفسها وهذا انتقال سريع لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعاتم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ختم المجزي إلى اللقاء